مش عارف شكون هو أخطر قناص داز في تاريخ البشرية رجل بسيط بندقية قديمة قدر يدخل الرعب على جيش الالتحات السوفيتي كامل اللي كيتقدر بكتر من مليون ونصف مليون جندي رجل اللي هو أقصر واحد في الجيش الفنلندي اللي الطول ديانه ما كيتجاوش متر وخمسين سنتيمتر قدر يقتل مئات الجنود من الجيش الالتحات السوفيتي اللي عنده أجهزة وأسلحة متطورة رجل اللي فضل أنه يحارب بوحده وبلا ما ينضم الجيش دياله وبلا ما يعونه توحد رجل اللي لقبوه الأعداء دياله بالموت الأبيض خليكم معنا بشعفوا قصة أخطر قناص داز في تاريخ البشرية مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هاشتاك ساميع معكم سوفيان ساميع في الحرب العالمية الثانية وفي سنة 1939 رئيس الالتحات السوفيتي جوزيف ستالين غادي سيفط كتر من نص مليون جندي من الالتحات السوفيتي للحدود الغربية باش يحاربوا فينلندا ويحتلوها ودخلوا في حرب اللي دامت تلت شهر وتسماتت الحرب بحرب الشتاء لأنها وقعت في فصل ديال الشهر الحرب سلات بمفاجأة كبيرة واللي صدمت العالم كامل واللي ما توقعها تشوحد أن دولة صغيرة بحال دولة فينلندا غدا تربح الحرب ضد دولة عظمى كتمثل في الالتحات السوفيتي والفضل الكبير باش فازت فينلندا في الحرب ديالها ضد الالتحات السوفيتي كترجع لواحد المزارع واحد فلاح صغير اللي هو عادي جدا واللي الطوط دياله ما كيتجاوش متر وخمسين سنتيمتر واللي سميتو سيمو هاياها قبل ما نهضر على السيمو هاياها كيفاش قلب موازيل القوى لصالح بلاده وكيفاش وقف الجيش روسي اللي كمتالق قوة عسكرية قوية واسلحة متطوعة جدا وشناي الطرق اللي اعتمد عليها بس ساهم بشفوز بلاده فينلندا في الحرب هادي ضد الالتحات السوفيتي خاصة نعرفوا واحد حاجة اللي هي مهمة جدا خاصة نعرفوا القوة العسكرية ديالتحات السوفيتي والقوة العسكرية ديال دولة فينلندا ونقارنوا هادي جوج قوات هادي باش نعرفوا القيمة ديالتأثير ديالسيمو هاياها فات الحرب هادي وكيفاش قلب ميزال القوى لصالح بلاده الاتحات السوفيتي صيفت 750 الف جندي روسي للحرب ضد 300 الف جندي فينلندي رواسا صيفتوا حوالي 6000 دبابة وكثر من 3000 طائرة حربية في المقابل الفنلنديين يلا كانت عندهم 80 دبابة وميات طائرة عسكرية فقط والتشيو واحد في العالم ما كانك يتوقع ان السوفيات غادي نيخسروا هات الحرب هادي لان الفارق في العتاد العسكري كان كبير بزاف 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 وكانك يصب في مصلحات الاتحاد السوفيتي وهناك يتطرح واحد سؤالي مهم كيفاش دابوا الفنلنديين احتربحوا هات الحرب هادي ضد دولة عظمى اللي كتفوقهم في العتاد العسكري واللي عندها اسلحة متطورة مقارنة مع الفنلنديين اللي ما عندهم سلاح كتير اشنوا دابوا الفنلنديين بشبحوا هات الحرب هات الجواب على هات السؤال هاد ما غاديش يطحلك على البال الفنلنديين كانوا كيملكوا واحد سلاح اللي ما كانوش كيمتالكوه الاتحاد السوفيتي في هاداك الوقاية السلاح اللي كانو كيمتالكوه الفنلنديين هو الجندي الصغير السيمو هاياها السيمو هاياها مندخل الجيش الفنلندي وبحكم قصر القاعمة ديالو وانه ما عندوش البنية الجسمانية كبيرة كانوا يحقروه داخل الجيش وكانوا يقولوا لي انت ما تصلحش تكون عسكري لحقاش ما عندكش واحد البنية جسمانية قوية اللي تقدر انك تدافع وتتحارف فيها داخل الحرب ولهذا حطوه في الجيش الاحتياطي وبالضبط في فيلق القناصين ودوز معاهم واحد العام في الجيش ومن بعد منك من العام سيفطوه قالوا لي سيف ترتاح حتى نحتاجوك عدا نعيط عليك سيمو رجع للمزرعة ديالو وعاش حياته طبيعية كباقي الفلاحين كيزرع وكيحصب ولكن سيمو هاياها كانت عنده واحد للموهبة كتتمثل انه كيصيد الغزال بواحد بندقية الصيد اللي هي قديمة قديمة وقديمة بزاف واللي كان كيصيد بين الغزال وكان تميز في الصيد وكان معروف في القرية ديالو وفي الدوار ديالهم انه صياد ماهر ديال الغزال وانه كيضرب الغزال على مسافة بعيدة وبدقة عالية وما كيزقلش وبقاس سيمو هاياها عيش حياته طبيعية كباقي المواطنين كباقي الفلاحين والمزارعين حتى قرر رئيس الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين انه يحتل ويهجم على دولة فنلندا وهنا الجيش الفنلندي قرر انه يستدعي جميع العساكر السابقين وجميع العساكر الاحتياطيين اللي من بينهم سيمو هاياها باش يجيوا يدافعوا على بلادهم ضد دولة عظمى اللي كتمثل افتحاد السوفيتي سيمو هاياها منعيطوا عليه الدمعها البندقية ديالو القديمة اللي عزيز عليه بزاف وما كيبغيش يتفرق معاها واللي هي عبارة على بندقية روسية الصنع قديمة الطراز واللي ما كتمثالك اجهزة متطورة بحال عدسة التكبير اللي كتقدر تخلي العسري انه يشوف عدسة التكبير اللي كينفي البندقية على مسافة بعيدة ويقدر يقنص بطريقة مميزة جدا ويتهال عليه طريقة القنص سيمو هاياها كانت عنده بندقية قديمة ما فيهاش عدسات تكبير عادية جدا وكما قلنا في اللول ان الحرب دارتس فصل الشا وكان طيح التلج بزاف وهنا قرر الجيش الفنلندي انه يفرق على الجنود ديالو زي عسكري باللول البيض اللي كيشبهه التلج باش ميبانوش للعدو في الحرب سيمو هاياها البس اللبسة العسكرية البيضة واطلب من القادة ديالو انه يحارب كقناص بوحده بعيد على الجيش الفنلندي القادة ديالو وافقوا بكل سهولة لحقاش شافوا سيمو هاياها انه قصير القامة ومعندوش قوة جسمانية كبيرة اللي تخليها انه يحارب من وسط الجيش الفنلندي ولهذا خافوا ان القصر القامة ديالو تكون نقطة ضعف داخل الجيش الفنلندي لهذا قرروا انهم يوافقوا على القرار ديالو انه يمشي ويشارك في الحرب بوحده في مناطق بعيدة على القواعد العسكرية ديالجيش الفنلندي ويشارك كقناص بوحده في مناطق بعيدة سيمو هاياها هزمعها البندقية القديمة ديالو والقرطاس والماكلة اللي غدا تخصوه في يوم واحد وتقدم بمسافة بعيدة على الجيش الفنلندي واختاروا واحد بلاصة وسط الغابة اللي كتباليه رؤية شاملة المنطقة وتخبى وسط التلج وبقاك يتسنى في الجيش الروسي انه يوصل للمنطقة اللي كتواجد فيها ومن يوصل الجيش الروسي للمنطقة اللي كتواجد بيها السيمو هاياها في مئة يوم الأولى من الحرب قدر السيمو هاياها انه يقتل ما بين خمسمائة وخمسمائة وخمسمائة وثنين ورعين جندي روسي وهذا العدد الكبير اللي قتل السيمو هاياها من الجنود الروس قتلهم بالبندقية القديمة دياله العادية جدا اللي كان كيصيد بيها الغزال في الوقت اللي كانوا صحابه في الجيش كيستخدموا بنادق متطورة واللي فيها عدسات تكبير كتخليهم يركزوا أكتر على الأهداف ديالهم وبيدقة عالية ما قدوش يقتلوا العدد اللي قتل السيمو هاياها بوحده السيمو هاياها كان كيقتل بمعدل يومي ما بين أربعة وخمسات الجنود الروس يوميا الأمر اللي خلال الجنود الروسيين أنهم يدخلوا في حالة من الرعب ديال بالصح ويستخدموا الأسلحة المتطورة اللي كان هنا في السمولارد باش يقتلوه ويطيحوا عليه ولكن السيمو هاياها كان كيدير شحويج لمن الموص الصحي لأنهم ما يطيحوا عليه ويقضوا يقتلوه ولا يقضوا يعرفوا المنطقة اللي مخبي فيها كان فاش يقرب الجيش الروسي للمنطقة اللي متواجد فيها السيمو هاياها كان السيمو هاياها كيدخل التلج الفمه باش الأجهيزة ديال للجيش الروسي ما ترصتش الدخان والنفس اللي خارجه من الفمه بسبب منخفاض درجة الحرارة زائد أنهم كيقدر يبقى متكي في البلاسة دياله ما يتململش النهار كامل حتى يطيح الليل وكان ما كيدوز النهار حتى كيقتل ما بين 4 و 5 الجنود روس اللي رواسه لو كيسميوه بالموت الأبيض اللي مع فينوش فينكين من القيادات العليا دي الجيش الفنلندي وصلتهم الخبار ووصلتهم الإنجازات اللي كيقوم بها السيمو هاياها في الحرب دياله ضد الاتحاد السوفياتي قبروا أنه مهدي هو حد البندوقية جديدة مميزة ومتطورة جدا ولكن السيمو هاياها غاد يرفض هد الهدية هادي وغاد يفضل أنه يبقى خدام غير بالبندوقية دياله القديمة اللي دوزت معها سنين وسنين واللي عزيز عليه بزاف واللي كيفضل أنه يقنص بها غير هي بوحدة وبقى السيمو خدام بنفس الخطة في الحرب وكيحارب بوحده وكيقتل في الجيش السوفياتي اللي فيما كيوصلوا المنطقة اللي فيها هو كيضطروا أنهم يتراجعوا وحاولوا شحامل مرة أنهم يضربوا المنطقة اللي فيها السيمو هاياها بطائرات عسكرية بشكل عشوائي باش يقدروا يقتلوه ولكن الظهر اللي كان عند السيمو هاياها أن القنابي اللي كانتك تروحها طائرات ديالتحات السوفياتي في المنطقة اللي فيها هو ما كانتك تطيع ليه وما كانتك توصل ليه وقبل ما تسالي الحرب بعشر أيام بالضبط واحد الجندي روسي غادي قشع السيمو هاياها وغادي عرفه في مكان وغادي يتيب فيه من مسافة بعيدة القرطاسة غادي تضرب السيمو هاياها في الفك دياله السفلي وغادي دخل في واحد الغيبوبة اللي دامت حتاشر يوم ومن يفاق السيمو هاياها من الغيبوبة دياله لقى الحرب سالات واضطر ستالين أنه يوقع اتفاقية سلام مع دولة فيلندا اللي مقدرش يدخل لها بالجيش القوي والكبير دياله بسباب السيمو هاياها السيمو هاياها من الظهر دياله أنه ما ماتش وفقد الفك السفلي دياله ورجع يعيش حياته طبيعية بعدما هداته دولة فيلندا مزرعة فلاحية كبيرة وعطوه أعلى وسام شرفي كيف في البلاد ورجع السيمو هاياها لهواية دياله المفضلة اللي هي أنه يصيد الغزال ولكن هاد المرة السيمو هاياها ما غاديش يقنص الغزال بوحده ولكن غاديكون برفقته هو الرئيس الفنلندي شخصيا وروهو كيكونان اللي تصحب مها وقال ليه بغيتك تعلمني الصيد والقنص وتخيلوا معايا أن السيمو هاياها عاش مور الحرب مدة طويلة حتى دار 99 عام ومات سنة 2000 وجوج في البيت دياله موتة طبيعية جدا هادي كانت قصة سيمو هاياها اللي تلقب أخطر قناص داس في تاريخ البشرية بعد ذلك نوصل معكم ختام حصة اليوم من هاشتاك ساميع إذا أعجبكم محتوى تختاجيوا 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 مع أكبر عدد ممكن من الناس بشعم الفائدة وعونونا بليز أبوني أكتف القناة ديالنا على موقع يوتيوب باش نزيدهم الصمر وأكتف إنتاج مزيد من حلقات من هاشتاك ساميع ومن تنسوناش في واحد أبوني ولايك وكمنط هادي تحياتو فينا ساميع السلام عليكم موسيقى